اشتركوا في القناة اخوان العزاء الاحلام ديت احلام كتيرة جدا وعلامات كتيرة جدا طبعا مش ممكن او ما نقدرش نذكر الاحلام دي كلها في فيديو واحد او العلامات دي نذكرها في فيديو واحد احنا كل فيديو بنحط فيه جزء من الاحلام او مجموعة من الرؤى المهمة جدا التي تشير الى اه تحقيق شيء مهم او تشير الى ان الله سوف يعطيك حتى يرضيك وطبعا اخوان العزاء هنتكلم عن كل رؤية بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخوان العزاء زي ما قلنا ان مش شرط ان ربنا يعطيك اموال عشان خاطر تبقى انت كده اه العطاء بتاعك كويس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون معوضك عن قلة الاموال بالصحة ممكن يكون معوضك عن الصحة بالزوجة الصالحة ممكن يكون معوضك عن التعب اللي في حياتك بالزوج صالح يساند معاك وياخد بايدك وممكن يكون عطاء ربنا بالنسبة لك هو الزرية او الاولاد الصالحين اخوان العزاء عطاء ربنا سبحانه وتعالى لكل شخص بقدر معلوم ومحدد محدش هيحوش عنك او هيمنع عنك عطاء ربنا او هيزود لك عطاء ربنا سبحانه وتعالى لان ده حاجة مقدرة ليك وحاجة معلومة وهتاخدها في الوقت والمكان المحدد ليك حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى نرجع اخوان العزاء للعلامات التي تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك والحاجات دي بتبشرك ان شاء الله اول رؤية اخوان العزاء رؤية قطف الفواكه يعني ايه قطف الفواكه يعني الفكهة بتبقى معلقة في الاشجار بتاعتها يعني انت بتقطف الفكهة من الشجرة بتاعتها سواء بقى اي فكهة انت بتمد ايدك وبتاخدها مثلا تفاح خوخ عنب بتاخد مثلا كمسرة منجة موز كل الحاجات دي اخوان العزاء دليل كبير جدا على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك عطاء كبير جدا كمان اخوان عزاء رؤية خروج الماء من المنزل خروج الماء بتلاقي المية بتخرج من باطن الارض عندك في البيت بتاعك او المنزل بتاعك او الشقة بتاعتك وتلاقي كمان المية بتطلع حوالين البيت كده ولكن هنا بيكون في شرط بسيط جدا في الرؤية دي ان المياه دي ما تكونش مياه جارفة مياه غزيرة جدا تهدم البيت مثلا تكسر في البيت انما المياه دي بتكون مياه طلع كده اه صفية ممكن انت تمشي فيها او انت تمشي في المية تلاقيها اه حاجة بسيطة يعني ما بتعملش قلق ولا اه خوف كمان رؤية امتلاك ارض امتلاك مزرعة مثلا امتلاك منزل امتلاك سيارة امتلاك اي شيء انت بتمتلكو دي حاجة كويسة جدا في المنام تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك اعطاء كبير جدا وانك هترضى بازن الله وهتفرح فرح كبير جدا في الايام القادمة من خلال امتلاك قطعة ارض او امتلاك اه منزل او مثلا محل ايضا اخوان العزاء رؤية خروج النور من الجسد خروج النور من الجسد بيدل على ان الشخص ده شخص البركة بازن الله هتحل فيه يعني ايه البركة هتبقى فيه يعني مثلا واحدة رأيت ان في نور بيخرج من جسدها الرؤية دي بشارة لها ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها بزرية صالحة هيرزقها ربنا سبحانه وتعالى بزوج صالح هتفرح بيه ولادها بازن الله هيكونوا زرية مباركة يعني ايه زرية مباركة يعني هيكونوا مسلا حفظين لكتاب الله سبحانه وتعالى آآ مجتهدين ممكن يبقى طباء مهندسين حاجات آآ كويسة من خلال رؤية خروج النور من الجسد سواء كان اللي بيشوف الرؤية رجل او امرأة يعني الرجل ربنا هيكرمهم زرية صالحة زرية مجتهدة زرية نفعة هتكون لها مكانة وسط الناس بازن الله كمان ايضا اخواني اعزائي من الرؤية المهمة جدا رؤية الملائكة على عكس اخواني عزائي الناس اللي بتشوف رؤية آآ الشياطين او آآ العفارين يعني انت لو انت شفت ملائك في المنام او الملائكة في المنام دي بشارة دي بشارة بان في عطاء كبير جدا قادم او في انتهاء لفترة من الهم في حياتك او في انتهاء لمشكلة في حياتك من خلال رؤية الملائكة طيب الملائكة دولة يعني في ناس ممكن تشوفهم فعلا مثلا آآ زي طائل مثلا كبير كده شكله كويس وبقى يجنحها وممكن تشوفوا على هيئة رجل كده ابيض وسيم آآ لابس لبسه ابيض آآ مشاع منه الضوء والنور فطبعا اخواني عزائي دي من افضل الرؤى ومن البشرات المهمة جدا اللي لازم نخلي منها في الرؤى لانها بتدل على خير كبير جدا كمان اخوان عزائي رؤية الصلاة الصلاة في المنام رؤية مهمة جدا تدل على عطاء ربنا سبحانه وتعالى وخاصة لو اتممت صلاتك يعني اتممت صلاتك يعني صليت الفرض بتاعك كامل مش مثلا انت شخص جه وقطعك عن الوضوء او قطع عنك الصلاة فهنا بتبقى في ان في ناس ما بتحب لكش الخير اما لو انت مثلا بتصلي وبتكون مرتاح في الصلاة فدي علامة كويسة جدا على الخير القادم ايضا من الرؤى المباشرة جدا رؤية الدعاء في المنام الدعاء اخوان عزائي وخاصة ان الشخص يدعي بالشيء اللي بيتمنى او بالشيء اللي انت بتحلم تحققه زي مثلا طالب يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينجحه ويحصل على الدرجات اللي توصله للامنية بتاعته او الكلية بتاعته كمان ممكن واحدة مثلا بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقها بالزرورية الصالحة واحدة بتدعي الزوج الصالح واحدة بتدعي بانتهاء الهم عندها وانتهاء الكرب طيب اخوان عزائي رؤية الدعاء دي من اجمل الرؤى التي تدل على عطاء ربنا سبحانه كمان اخوان عزائي من الرؤى المهمة جدا رؤية النوم في المنام ليه النوم في المنام رؤية جميلة لان النوم يدل على الاطمئنان يدل على راحة البال يدل على تيسير الامور باذن الله طبعا اخوان العزائي اللي شوف نفسه ان هو نايم في المنام يستبشر خير ويعرف ان ربنا هيعوض وعوض كبير جدا عن الهم والتعب اللي هو عايشه لان في بعض الناس بتبقى تعبانة حتى في النوم بتاعها بتكون مخنوقة متضايقة تعبانة من اشياء هي بتقلقها سواء في الحياة العائلية او في الحياة الاجتماعية. كمان اخوان عزائي من الرؤى المهمة جدا اللي لازم نخلي بدنا منها ولازم نعرف ان الرؤية دي تدل على خير رؤية الكعبة المشرفة في المنام. وطبعا اخوان العزائي الرؤية دي بتدل على عطاء ربنا سبحانه وتعالى. كمان بتدل على تحقيق الامنيات. يعني الشخص اللي شوف نفسه مثلا ان هو بيطوف حوالين الكعبة. او بيدعي عند الكعبة. او ان هم مثلا صافر لاداء عمراء او لاداء الحج فدي بشارة وعلامة على الخير. ولازم نعرف ان رؤية الكعبة بالنسبة للفتاه العزباء بشارة لها بالزواج ان شاء الله. وان ربنا هيعطيها عطاء كبير جدا او هيرزقها بالزوج الصالح اللي هتسعد به وهتفرح به. كمان رؤية الكعبة بالنسبة لمرأة متزوجة ممكن تكون بشارة لها بانجاب او حمل قريب والله اعلى واعلم. وكمان اخوان عزاء رؤية الكعبة بالنسبة لمرأة المطلقة بتدل على انتهاء المشاكل. وكمان بتدل على زواج لها ان شاء الله. وان هي في الايام القادمة هتحصل على خير وهتحصل على عطاء كبير جدا من خلال ان هي بتزور الكعبة المشرفة في المنام او بتدعي عند الكعبة او بتطوف حوالين الكعبة. المهم رؤية الكعبة رؤية مبشرة جدا ورؤية جميلة جدا بتفرحنا وبيتدل على خيرات كتيرة جدا واتمقنان وراحة بات. وان ان شاء الله الشخص هياخد عطايا كبيرة جدا في الايام القادمة. كمان اخوان اعزائي من الرؤية المهمة جدا رؤية بشارة المتوفي. يعني ايه بشارة المتوفي? يعني انت مسلا ممكن تشوف شخص متوفي بيبشرك بشيء. في كتير من الاحيان الناس مسلا بنشوف جدينا مسلا او جدتنا المتوفية. بتيجي مسلا شخص معين وبتبشره بشيء سواء بتبشره ان هو ربنا هيرزق بزرية صالحة او ان هو مسلا هيتزوج او بتبشر واحدة بتقول لها مبروك انت هتزوجي الكلام ده. فطبعا اخوان عزائي اللي لازم نعرفه ان بشارة المتوفي حاجة جميلة جدا تبشرنا وتفرحنا والدود على عطاء ربنا سبحانه وتعالى. شكرا لكم على مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.